مرحبا بكم إلى آخر مستجدات الخليج العربي على قناة الحدث الإفريقي أعلن مركز الفلاك الدولي يوم الأربعاء أن رؤية هلال الشوال غير ممكنة بالعين المجردة أو حتى باستخدام ديليسكوب في العالمين العربية أو الإسلامية ملمحا في الوقت ذاته لأنه قد يحدث تباين بشأن موعد عد الفطر هذا العام بحث وزير خارجية السعودية الأمير فيستو بن فرحان والولايات المتحدة أنتوني بلينكن جهود إحلال السلام في اليمن على وقع المخادثات القائمة بين المملكة والحوثيين جاء ذلك حلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء على مدار أكثر من عامين ومنذ قمة العلاب السعودية مطلع عام 2021 شهدت دول مجلس التعاون الخليجي ديناميكية ديبلوماسية ناشطة سواء في إطار العلاقات البينية بين أعضائها أو لجهة التفاعلين الإقليمي والدولي وتظهر التحركات المتسارعة في حلحلة الخلافات الداخلية بين دول المجلس الخليجية أنها تأتي في إطار توجه عام يتسم بخفض التصعيد بعد تأزم الداخلي وخارجي لسنوات كان أبرزه حدة الخلافات مع قطر والتوتر الذي شهدته العلاقات البينية كما في حالة عمان والإمارات بحث وزير خارجية سلطنة عمان بدر البسعيدي مع نظره المصري سامح شكري ووزير الخارجية وتعاون الدولية الإماراتية عبدالله بن زايد الأوضاع الميدانية في سودان والتحديات التي تواجه المنطقة وأكد الوزيران العماني والمصري خلال مباحثة هاتفية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية يوم الأربعاء أن الأطراف ستعمد إلى ضد النفس وتحكيم العقل واللجوء للتفاهم السلمي لحل الخلافات بينها حماية للأرواح والشعب السوداني بهذا الخبر نأتي إلى نهاية المجز دمت في أمان الله إلى اللقاء شكرا